اشتركوا في القناة 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 فتقدروا تسوي التحدي هذا بطريقة جداً سهلة التحدي السابق يقول لك حقك سلسلة ضربات قاضية X50 صراحة التحدي هذا هيكون صعب ويتعبكم كثير لكن أوضح لكم الآن كيف تسوي التحدي هيلحظوا معايا كيف تسوي التحدي أهم شيء يكون معاك مسدس يزبط بعض الأحيان بالأسلحة الثانية بس بالمسدس أحلى شيء يزبط معاك لأن أنا جربت أسلحة كثيرة ما زبطت معايا أكتر شيء سلك معايا اللي هو المسدس ركزوا معايا تمام؟ عشان تقدروا تسوي التحدي هذا هيلحظوا معايا شوف إيش مكتوب؟ مكتوب إصابات الرأس عندك الخط الأزرق وجنبه X1 وجنبه مكتوب 2 سلسلة الضربات القاضية تمام؟ هيلحظوا معايا قد ما تقتل هيتعبى الخط الأزرق شوف دحين آه سعر X2 قتلنا 8 أشخاص بضربة قاضية أهم شيء إنك تقتل بضربة واحدة يوه X3 19 زومبي لو إنك تأخذ لك مسدسين يكون أفضل عشان بدل ما تعشق على طول تغير وتطلق يوه دحين شوفوا الآن إشي هيصير شوف X4 31 زومبي 31 سلسلة الضربة القاضية فأقعد أستمر على القتل من ضربة واحدة إلي ما يسوه معاك التحدي لاحظوا الآن 40 44 45 46 47 48 49 50 كده تسوه التحدي يعني المطلوب منك إنك تقتل 50 شخص 50 زومبي بالضربة القاضية يعني بضربة واحدة ضربة قاضية يعني ضربة واحدة تقتله تمام فأول ما تقتل 50 واحد من وحوش المكعب حيصوه معاك التحدي شوفيش مكتوب 51 سلسلة الضربة القاضية كده حيصوه معاك التحدي بطريقة جدا سهلة فحاولنا تأخذ لك مسدسين عشان تسوي التحدي سريع سريع بدون ما يعطي لك حد الثامن يقول أقوم بتصفية وحوش المكعب بعيدة المدى باستخدام سلاح من العالم الموازي عدد 100 طيب عندنا التحدي يقول لك قم بتصفية وحوش المكعب بعيدة المدى باستخدام سلاح العالم الموازي عدد 100 طيب الوحوش اللي هي بعيدة المدى اللي هي هادي أنا أوريكم إياها هادي اللي لونها أحمر شايفينها أسلحة العالم الموازي عندك هذا الرشاش وعندك البندقية الهجومية هذا الأحمر إذا أنت قتلته حينحسب معاك الزومب الثاني ما حينحسب معاك نهائيا فإذا قتلت 100 بأسلحة العالم الموازي مو أي سلاح حينحسب معاك التحدي طيب في التحدي التاسع والأخير يقول لك وجه ضررا بأسلحة الاشتباك إلى أجهزة نشر وحوش المكعب عدد 6000 طيب هيلحظوا معايا كيف تسوي التحدي تيجي عند هذه تمام؟ يقول لك بأسلحة الاشتباك أسلحة الاشتباك اللي هي الأكس إذا أنت دميت 6000 دمج بالأكس هيسوي معاك التحدي تقدر تسويها في كده جيم مو ضروري في جيم واحد ترجمة نانسي قنقر